تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنطلق يوم غد الأحد أعمال الملتقى الحكومي 2017 باعتباره علامة نجاح مهمة وبهدف تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيقة أكثر تكاملية وفعالية يأتي الملتقى الحكومي 2017 بمشاركة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية ويمثل الملتقى الحكومي الذي بدأ تنظيمه العام الماضي علامة نجاح مهمة أكاسة التوجيهة الحكومية ورويتها التنفيذية لكافة البرامج والمبادرات التي وضعتها وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتحقيق المزيد من التطور والنماء في كافة القطاعات خاصة المرتبطة بتعزيز خدمة المواطن كمحور أساسي في البناء التنموي ويستعرض الملتقى ما تم إنجازه من برامج وانبادرات ضمن إطار برنامج عمل الحكومة 2015-2018 وسوف يتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية وفق محاور مختلفة تستند على برامج عمل الحكومة وتنبع أهمية الملتقى الحكومي بأنه يجمع جميع المستويات الإدارية التنفيذية بالحكومة تحت سقف واحد انطلاقا من أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطنين تلبية لتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات ويأتي الملتقى استمرارا لنهج الحكومة في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعاكس إجابا الخدمات المقدمة للمواطنين كما أن الملتقى يستهدف تحسين الانتاجية والآداء وجودة الخدمات الحكومية وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته ترجمة نانسي قنقر